اعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا الاعتزازه بالدور الوطني والريادي الذي تطلع به الصحافة البحرينية عبر مسيرتها العريقة الحافلة بالعطاء والانجاز في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية والتطوير وسعيها الدائم لتعزيز روح الوحدة الوطنية وتبني القضايا التي تخدم الوطن والمواطن ونشر الوعي الثقافي والمعرفي نوه جلالته بما تتمتع به الصحافة البحرينية من مصداقية وموضوعية ومهنية في نقل الأحداث بكل أمانة والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه وأمنه واستقراره وتوثيق منجزات ومكتسابة البلاد ودعم نهضتها الحضارية والتنموية جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في قصر الصافرية هذا اليوم أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحابين البحرينية برئاسة السيد عيسى الشايجي بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية بعد فوزه في انتخاباتها الأخيرة هل نأجللته رئيسة وعضاء مجلس الإدارة على نيلهم ثقة أعضاء الجمعية أتمنى لهم دوم التوفيق في تحقيق أهداف الجمعية في الارتقاء بالعمل الصحفي وخدمة أعضائها وتأهيل وإعداد الكوادر الصحفية ودعم الجهود الوطنية المبذولة في مختلف ميادين العمل الوطني أكد رعب الله دعمه ومساندته لجهود الصحفيين والإعلاميين في القيام بدورهم وتأدية رسالتهم النبيلة من أجل رفعة الوطن ورقيه وتقدمه ومواكبة إنجازاتنا الوطنية أشهد جلالة الملك المعظم بعراقة الصحافة الوطنية وتاريقها منذ سنوات طويلة والذي يعكس مال البحرين من ريادة في التعليم والثقافة والحضارة الشاملة مؤكدا حرصه الدائم على كفالة حرية الرأي والتعبير والتي تعتبر العامل الأبرز في ازدهار الصحافة في البحرين وتطورها كلف جلالته رئيس جمعية الصحفيين بنقل تحياته وتمنياته إلى كفة الصحفيين وكتاب الأعمدة في الصحف المحلية وتقديره لجهودهم الكبيرة في خدمة وطنهم ومواطنهم من جانبه أعرب رئيس جمعية الصحفيين البحريني عيسى الشاجي عن خالص الشكر والانتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا على تفضل جلالته حفظه الله ورعا باستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بما يعكس بجلاء المكانة المرموقة والهمة التي تحظى بها الأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية لدى عاهل البلاد المعظم ومشروعه الإصلاحي والديمقراطي الرائد الذي اعتبر الصحافة الوطنية رقنا أساسيا ومحركا رئيسا لعملية تطور دمقراطي والتنموي في ظل العهد الزاهر لجلالته حفظه الله ورعا وقال رئيس جمعية الصحفين البحرينية يشرفني باسم الأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية أن أرفع عظيم الشكر والانتنان لجلالته حفظه الله ورعا على مسندته الكبيرة للصحافة والإعلام وتوجيهاته الكريمة بتوفير كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير وتهيئة كافة الأجوال لأصحاب الرأي والقلم لأداء دورهم في نشر الوعي والمعرفة مؤكدا أن الأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية ستكون على الدوام شريكا أساسيا في مسيرة النهضة العامرة بقيادة جلالته حفظه الله ورعا